موضوع النقل الجماعة راح يحللنا مشكلة كبيرة لكن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت وقت ليس بالقصير راح بس أنطيش فكرة حول السيارات كيف أنه ممكن نحسب الانبعاثات مالتها السيارة الاعتيادية إذا كانت تصرف عشر لتر وقود بنزين لكل مئة كيلو فالهايبرد الهجينة راح تصرف خمسة لتر لكل مئة كيلو تقريبا فبالتالي قلصنا نصف الانبعاثات هذا الجانب السيارات الكهربائية هنا ما راح تزيرو اميشنز صفر انبعاثات راح نبدأ نغير تدريجيا بهذا التجار السيارات الكهربائية دعنا نتكلم عليها دعنا نكون واقعين إحنا بالعراق يعني وين راح يستخدمها على المولدات يشحن سيارته إحنا الكهربائية دوب مو هي هذه الستة الفاضلة هذه يعني هي خطة طويلة الأمد يعني لازم تحسن كهربائية هي هاي المشكلة قصيرة ومتوسطة وبعيدة يعني حتى نتكون واقعين سيد الفياض إذا احنا دريد نجيب سيارات أيضا يعني كهربائية وغيرها مثل دول العالم والدول المجاورة احنا كهرباء ما عدنا يعني هسا احنا ابتداء على الهايبرد ابتداء على الهايبرد وبصراحة شلنا التاكسز والأثر كوستوم فيز يعني شلنا التاكسز الضرائب وإي شون أي يعني شكوا شيء بالقمار كشلناها عن السيارات الهايبرد حتى نشجع الاستيراد مالتها وهذه خطوة جدا ممتازة صوت عليها مجلس الوزراء وهذا تنطي انطباع لدول العالم والاتفاقي أن العراق فعلا مهتم بهذا الجانب نعم الست الفاضي لموضوع الكلام التغير المناخ موضوع معقد ومتداخل لخص الزراعة والصناعة والكهرباء والنفط موضوع هو والفوت سيكوريتي والووتر سيكوريتي موضوع هو معقد ليس بالبسيط يحتاج جهود من كل الوزارات نحن صحيح الاتفاقية لكن وزارة البيئة وحدها كجهة استشارية أو كجهة مراقبة لا تستطيع وحدها أن تنفذ كل هذه المشاريع لكن للأمانة يوجد تعاون ممتاز مع الوزارة النفط ووزارة الداخلية ووزارة النقل والزراعة والموارد المائية يعني العمل مستمر لكن يحتاج إلى وقت ويحتاج أيضا أن الحكومة نتخصص مبلغ وليكن نسبة بالمئة من الميزانية لمواجهة الكلام لأنه بصراحة لو نتكلم عن أسواق الكاربون توقعات أن أسواق الكاربون راح تعبر وتفوق أسواق النفط بالمستقبل القادم طيب لأن المستقبل هو النفط راح يطقل أسعاره مع توجهات العالم بفرض ضرائب على النفط إحنا بالمناسبة إحنا قدرنا بالاتفاقية قدرنا أن نثبت مبدأ أنه الدولة اللي تنتج نفط ما تتحاسب إنما الدولة اللي تستخدم النفط الاستخدام لأن إحنا كمنتجين للنفط ومن استخدامنا تحاسب يحاسبون الدولة اللي تصدر منها إنبيعاتات اللي هي المستخدمة النهاية للنفط حتى نقدر إحنا نقدر نواجه الحياة الصعبة إضافة إلى هذا أنه بالوثيقة يسمى الـ NDC الوثيقة اللي قدمنا للأمم المتحدة اللي هي التزامات العراق دوليا العراق صرح أنه راح يخفض 31-32% بحدود 2030 من مجمل انبعاثاته هذا بالجهد الوطني وذكرنا أنه نطعنا 100 مليار دولار نعم 100 مليار دولار نخفض 15% طيب ترجمة نانسي قنقر